احنا شفنا امبارح اعلى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية بنسبة 66.8 او تقريبا يعني 67% ده رقم احنا مكنش متعودين عليه خالص في الانتخابات السابقة اول قبلها هو طبعا كان ظهر من حجم التصويت وحجم اللجان والحقيقة الزحام الشديد والطوابير اللي كانت موجودة اثناء التصويت 3 ايام بتوع الانتخابات وده الحقيقة كان كاشف منذ البداية ويمكن تكلمنا في ده على فكرة انه شعب المصري مدرك وعنده ترمومتر واضح جدا لتحديات اللي بتواجهها الدولة وثقته فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يكمل المسيرة بشكل او باخر ثقة فيه وثقة في الدولة المصرية خاصة وانه احداث يمكن الاخيرة كانت كشفة عن حجم التحديات الكبيرة اللي كانت موجودة لكن كمان على امل كبير في انه استكمال التفاصيل والمشروعات والخطوات اللي حصلت لانه هذا التصويت غير المسبوق الحقيقة كان كاشف عن ادراك الشعب المصري على مدى العشر سنوات اللي فاتت مش بس الحجم التحديات كمان ليه قدرة الشعب المصري نفسه على انه يتخطى كثير من الصعاب والتحديات اللي فكيك الدول اخرى حوالينا مش بس كده كمان ان الشعب المصري كان بواجه هذه التحديات الارهاب والازمة الاقتصادية والاقتصاد اللي كان شبه منار وبنية اساسية وامراض وغيره لكن حس انه خلال السنوات اللي فاتت نجح في انه يقفز قفزات مهمة في اولا مواجهة المشكلات المزمنة ووضع البلد على سياق الطريق السريع للتقدم يعني حتى لو كان في بعض التفاصيل اللي حصلت تلات ازمات كبار زي كورونا زي الحرب الاوكرانية زي اتفاعات الاسعار زي ما يجري في غزة وتحدي وجودي كبير جدا دولة المصرية والمنطقة الا انه قادر خلال السنوات اللي جاية على انه يفتح الباب امام اعادة وضع البلد فيما يتعلق به فتح المجالات العامة ادارة الاقتصاد بشكل اخر كمان مشاركة سياسية الانتخابات كانت تكشفها عن مشاركة سياسية كانت كمان تكشفها يا أستاذ أكرم على فكرة التعددية السياسية بشكل كبير كانت طابعة مهمة جدا في هذه الانتخابات الرئاسية لو حبينا مع حضرتك نحلل بعض الارقام يعني من قالت ان احنا الرقم حوالي 67% هنتكلم على اعلى نسبة تصويت في تاريخ الاستحقاقات السياسية السببق والرقم الضخم الحقيقية والرئاسية الرقم الثاني حصول السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على حوالي 39 مليون صوت 702 ألف بنتكلم على نسبة 89% قراءتك لهذا الرقم ده كاشف حاجتين أولا حجم المشاركة غير مسبوق يعني بهذا الشكل وكان باين في اللجان وفي حجم الزحام غير الطبيعة ومع ذلك الحقيقة انه برغم هذا الزحام كان فيه الهالة الوطنية الانتخابات والاتحالف للوطن العمل الاهلي وحاجة كريمة والمتطوعين وغيره والشرطة الحقيقة أتحوا فرصة لسهولة هذا الأمر كان المصريين لديهم هذه الرغبة وتم تلبية هذه الرغبة بشكل واضح النسب طبعا في المشاركة غير مسبوقة الأمر الآخر أنه العدد الكبير اللي صوت للرئيس عبد الفتاح السيسي بيصدق أنه هذا الرجل اللي أخلص على مدى السنوات اللي فاتت منذ تولى الحقيق منذ كان وزيرا للدفاع واستجاب للشعب المصري في لحظة فارقة جدا كان فيه تحدي وجودي أعتقد كاتل الدولة يعني فيه سياق مختلف مش بس كده وكمان نما تولى ما اكتفاش بفكرة أنه الأمن والاستقرار بس وأن كان ده في غاية الأهمية للشعب المصري دايما بيقدره لكن كمان كان كل الملفات كانت مفتوحة وما كانش مهم ما كانش ممكن إغلق ملف وركنه لفتح ملفات أخرى يعني كان الإرهاب المرعب اللي كان موجود في سينة واللي النهاردة بنربطه بالمخاططات اللي موجودة كان بيدرب وكان عليه ظهير دعائي وأعلامي ضخم من منصات ضخمة طول الوقت بتصب تشكيك وتصب أكاذيب وتصب شائعات وفي نفس الوقت بدأ الحقيقة كان دايما السؤال قبل حتى 25 ينار هنبدأ منين على اعتبار أنه كل الملفات مفتوحة فيه ملف البنية الأسسية فيه ملف الطرق اللي كانت مسدودة تماما والقاهرة كانت تكون بتتشل فيه ملف تكدس الهيئات الحكومية والمصالح في القاهرة مفيش ممرات تنمية مفيش إمكانية أن انت تتوسع جغرافيا مصر اللي كانت على 5-7% على مدى عقود الأرض الزراعية احنا 95% صحرة كل ده بدأ في وقت واحد الحقيقة كان فيه تشخيص واضح الحقيقة للأزمة والرئيس الحقيقة ما قدمش نفسه بوعود أو يعني دايما الوعود والكلام السهل أو بالحلول العجلة السريعة اللي هي توفر للناس أكل وشربه وفي نفس الوقت يبقى المستقبل مقفول الحقيقة كان فيه سياستين مهمين جدا اتبعهم رئيس عبدالتحسيس ويمكن ده زود الثقة لدى الناخب المراضي وكان حريص على أنه يقول أنه هو مقتنع بده وأنه تقبل ده بمعنى أنه المبادرات الرئيسية فيما تعلق مثلا كان الفيروس ده أزمة كبيرة جدا العشويات أزمة كبيرة في تحيط القاهرة نفس الوقت شلل في الطرق البنية الأسسية الزراعة فيها مشاكل الصناعة مطلوب نفتح الصناعة هل هيبقى فيه استثمارات تيجي ونتكلم في صناعة وزراعة وتنمية وما فيش طرق أو كباري أو طاقة يعني حل أزمة الطاقة ودي أزمة كبيرة جدا الناس النهاردة اللي بتكلم في ساعة أو ساعتين وهذا الكلام ممكن يبقى لديهم حق لكن كمان ما كانش فيه أصلا كهرباء لا تكفي للإضاءة ولا تكفي لتشغيل هذه المصانع أو الزراعة النهاردة الكهرباء نحن نتكلم على طاقة جديدة ومتجددة وطاقة كهربائية طريقة أو بأخر كل ده اتعامل في وقت واحد ودي كانت يعني مبادرة الفيروس يمكن أحداث غزة غطت عليها المنظمة الصحة كانت بتكلم على أنه مصر أول دولة في العالم نجحت في أنها تقضي على الفيروس وفي اعتراف دولي العشوائيات مش اتنقلوا لي مساكل لا اتنقلوا المجتمعات كم دي انفاق ضخم ممكن بعض الناس تبقى شايفة نوجزها